اهلا فيكم في حلقتنا اليوم واليوم رح نحكي عن شركة امريكية متخصصة في قطاع اشباه الموصلات متميزة في صناعة شرائح ذاكرة من نوع الناندي والدييرام شركتنا اليوم هي اكبر شركة امريكية مصنعة لهذه النوع من الشرائح في امريكا وهي رقم ثلاثة على العالم باعت شركات سامسونج واسكي هاينيكس من كوريا شركتنا اليوم اتأسست سنة 1978 وقيمتها السوقية بتتجاوز 90 مليار دولار اليوم رح نحكي عن شركة مايكرون الامريكية اول اشي خلينا نشوف شو اراء المحللين في شركة مايكرون اذا فتحنا على سيكينج الفا رح نلاقي انه الكوانت ريتنج او الذكاء الاصطناعي ما يعطي السهم تقييم سترونج باي او حالة شراء قوية جدا اذا اطلعنا على اراء المحللين في سيكينج الفا وفي والستريت رح نلاقي انهم ايجابيين بدرجة كبيرة على السهم اذا اطلعنا على ويب سايت تاني اللي هو تي برانكس واللي بيتبع لاخبار كبار المحللين وكيف هما بيتطلعوا على الشركة رح نلاقي انه حوالي 20 محلل بتابعوا شركة مايكرون 18 اعتبروا السهم سترونج باي او شراء واثنين اعتبروا السهم هولت معدل توقعهم لحركة سعر السهم خلال 12 شهر الجاي بين 83 دولار ل 165 دولار امريكي والافرج كان حوالي 117 دولار بكل الاحوال هذا اعلى من سعر السهم الحالي اللي هو حوالي 78 دولار ليش المحللين ايجابيين بدرجة كبيرة على سهم مايكرون هذا برجع على سببين للتحليل الاساسي ولمستقبل الشركة خلونا نروح للتحليل الاساسي بالنسبة للتحليل الاساسي ايرادات الشركة في سنة 2021 اتجاوزت 27 مليار دولار وحققت اكتر من 6 مليار دولار ارباح صار فيها بتتوقع الشركة في سنة 2022 تتجاوز ايراداتها 32 مليار دولار بنسبة ممو اكتر من 30 بالمية وانه تتجاوز ارباحة 9 مليار دولار بنسبة نمو حوالي 50 بالمية اذا طلعنا على مكرر ربحية السهم راح نلاقيه 8 ومن المعروف بانه الاسهم اللي بيكون مكرر ربحيتها تحت العشرين فهي عادة اسهم سعرها اقل من قيمتها الحقيقية وبالتالي في حالة مايكرون قيمتها الحقيقية كتير اعلى من سعرها الحالي اذا طلعنا على القيمة الدفترية للسهم راح نلاقيها حوالي 43 دولار بينما سعر السهم الحالي 77 دولار وهذا تقييم جيد بالنسبة لشركات التكنولوجيا اذا طلعنا على مديونية الشركة وكمية الكاش اللي الشركة بتمتلكه راح نلاقي انه دين الشركة حوالي 7 مليار دولار وبتمتلك الشركة اكتر من 10 مليار دولار كاش وبالتالي الشركة عندها احتياطيات مالية كبيرة بتكفيها لسداد ديونها القصيرة والمتوسطة وبالتالي لما منطلع على الشركة من ناحية التحليل الأساسي منلاقي شركة بتحقق نمو كتير كبير في الإيرادات وفي الأرباح إيراداتها وأرباحها أصلا كبيرة وسعرها منطقي وبالتالي من ناحية التحليل الأساسي فالشركة ممتازة وقادرة على الصمود حتى لو صار فيه مشاكل وهزات اقتصادية في المستقبل بالنسبة لقطاع عمل الشركة فالشركة متخصصة في أشباه الموصلات العاملة في قطاعات الذاكرة وتحديدا النان دي والدي رامز وتاريخيا معروف بأنه من ناحية التكنولوجية فشرائح الذاكرة أقل تطورا من أنواع الشرائح التانية الموجودة في مجال أشباه الموصلات فمثلا السي بيوز بتخصص فيها انتل و اي ام دي وهي متطورة بدرجة كبيرة الجي بيوز بتخصص فيها اي ام دي و انفيديا وبدرجة أقل انتل وهي الأكثر تطورا حاليا أما شرائح الذاكرة فالفرق في التكنولوجيا بين الشركات الثلاثة المصنعة لها عالميا والأكبر لهم سامسون وويسكي هاي نيكس و مايكرون كان بسيط بدرجة كبيرة وهذا الإشي كان ينعكس على أنه شراء أو قرار الشركات بشراء شرائح الذاكرة كان بيعتمد على الأسعار اللي كانوا يحصلوا عليها الشركات من الموزعين الثلاثة هذا الإشي طبعا كان يضغط على المارجنز تبعات مايكرون وكان يسبب لها بخسائر بفترات معينة لكن هذا الإشي بدأ يتغير في السنوات الخمسة الأخيرة لأنه بدأت تكنولوجيا تصنيع شرائح الذاكرة تزداد تعقيدا وبدأت الاهتمام بهاي الشريحة تحديدا يصير كتير كبير والسبب بأنه كمية الداتا أو البيانات اللي هبتنتجها البشرية حاليا في السنة الواحدة أضعاف الكميات اللي كان ينتجها الإنسان على مدار سنوات طويلة في تاريخه الطويل وطبعا مع تطور الفايف جي وعشانكم مثال على أهمية الفايف جي في مستقبل مايكرون فتليفون فايف جي واحد بيحتاج ضعف كمية شرائح الذاكرة اللي بيحتاجها تليفون فور جي هذا كله أدى لزيادة الحاجة لأنه نخزن كل هاي البيانات اللي عم تتشكل عنا كل ثانية وكل دقيقة وكل يوم وبالتالي زدادت حاجتنا لمايكرون عشان نخزن هاي البيانات بيظل عنا مشكلة أنه التنافس بين الشركات التلاتة طبعا مع زيادة الحاجة لشرائح الذاكرة من نوع النان دي والدي رامز بدت تميز التكنولوجيا يختلف بين الشركات التلات فنجحت شركة مايكرون في سنة 2021 بأنها تغير شكل خليطة التنافس في هذا القطاع بأنها تكون أول شركة في العالم بتطلع بيه تكنولوجيا اسمها وان الفا رح تمكن مايكرون بأنها تصنع شرائح ذاكرة فيها 40% ساعة أعلى وبتستهلك طاقة بنسبة 15% أقل وبدأت تصنيحها على الأقل سنة قبل سامسونج واسكي هاي نيكس اللي هم أقرب منافسين وإذا طلعنا على النان ديز فراح نلاقي أنه كمان مايكرون في سنة 2021 أو عشان أكون دقيق في الربع الأخير من سنة 2020 صارت أول شركة في العالم بتصنع شرائح ذاكرة بتتكون من 176 طبقة للشريحة الواحدة وهي بهذا الإنتاج سبقت اسكي هاي نيكس بست شهور وسامسونج بثمان شهور في الإنتاج اليوم مايكرون هي الشركة العالمية رقم واحد في تصنيع الذاكرة من ناحية التكنولوجيا وهذا الإشي عم بينعكس بدرجة كبيرة على النمو الكبير في المبيعات اللي عم بتحقق الشركة مايكرون إذا استمرت شركة مايكرون بهذا الأذاء وبهذا التقدم التكنولوجيا وإذا قدرت أنها توسع الفارق بينها وبين أقرب منافسينها سامسونج واسكي هاي نيكس فهذا الإشي ممكن أنه يؤدي أن الشركة تحقق نمو كتير كبير في الإيرادات والأرباح في السنوات القادمة ممكن الشركة في سنة 2025 توصل لأكتر من 52 مليار دولار من الإيرادات وتوصل ربحية السهم الواحد لحوالي 20 دولار أمريكي وهي الأرقام تقريبا ضعف الأرقام اللي بتتوقع الشركة تحققها حاليا في سنة 2022 وبالتالي الاستثمار في شركة مايكرون بأسعارها الحالية ممكن خلال ثلاث سنين أنه يعود على المستثمرين بعائد بين 80% لـ 100% على المبلغ اللي هما استثمروه أنا بشوف الشركة شركة ممتازة ولها مستقبل كتير منيح وهذا رأيي الشخصي وأنا هوا بكون وصلت لنهاية الحلقة وعندي لكم في نهاية الحلقة سؤال هل بتتوقعوا أنه شركة مايكرون تقدر أنها تتجاوز شركة سامسونج واسكي هاينيكس في المبيعات وتصير أكبر شركة ميموريز في العالم هل تقدر هذا الاشي ولا لا وإيش أفضل شركة أشباه موصلات موجودة في العالم حاليا سواء كنا نحكي بقطاع الذاكرة أو في غيرها من القطاعات إذا حابين أحكي على شركة معينة من شركات أشباه الموصلات وكتبوا لي في الكومنتات اسم الشركة ورح نعمل عليها فيديو متخصص إن شاء الله